ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على الامة وبالتفريض فيها يقوت الامة الكثير من الخير تبقض الامة اجابة الدعاء وتبقض الامة مغفرة الزنوب وتبقض الامة النصرة عندما تكون في اشد الحاجة من النصرة سألت درة بنت ابي لها رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله من خير الناس من خير الناس قال اتقاهم للرب عز وجل واوصلهم للرحم وامرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر اي ان خير الناس من اتقى الله جعل بينه وبين عذاب الله وغضبه وسخطه نقايا من الامان والعمل الصالح وان خير الناس هو من وصل ما امر الله به ان يوصل من الارحام والقرابات دينية كانت او تينية وان خير الناس اكثرهم امرا بالمعروف واكثرهم نهيا عن المنكر وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا الله تبارك وتعالى فلا يحجب لكم وقبل ان تستغفروه فلا يغفر لكم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا وان الاحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان انبيائهم ثم اموا بالبلاء معنى هذا الحديث باختصار ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لمنع الاجابة في الدعاء وسبب في منع المغفرة لمن طلبها وان الذي يمنعه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسلمين هو الخوف الخوف من فوات مصلحة او الخوف من لحوط اذا بالانسان فيخبرنا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بقول ذي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا اي اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا تخف ان الناس يبغضونك ويكرهونك ويمنعونك رزقا كتبه الله لك انما كتبه الله لك فيصلك سواء شاء الناس ام ابوه وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب اجلا لم يأتي الله تبارك وتعالى خلق الخلق وقدر لهم الارضاة وقدر لهم الاجال فلا يموت انسان قبل اجله ولا يموت انسان قبل ان يستوعب رزقه ان يستوعب رزقه فلهذا يجب على المسلم ان يستمر في امر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي حديث عبد الله بن عمر الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت امتي تهاب ان تقول للغالم يا ظالم فقد توتع منهم اي ان الامة اذا بلغ بها الامر انت هذا الظالمين فترى الظلم فلا تمنعهم وترى اهل الباطل المعلنين بالمعاصي فلا تكفهم ولا توجههم لا تنهاهم فان الله تبارك وتعالى قد غضب عليها وقد ودعها من كل خير اذا اذا فلننظر ايها الاخوة المؤمنون لماذا تتكاثر البلايا على المسلمين امة الاسلام تستقبل الكثير من البلاء تستقبل الكثير من المحن والمصائف كلما خرجوا من مصيب وقعوا في فراء كلما خرجوا من بلاء استقبلهم بلاء اشد منه ما هو السبب في هذا السبب في هذا اولا عدم اهتمامهم بالدين عدم اهتمامهم بشعائر هذا الدين عاطفة النفس وعاطفة القرابة وعاطفة المصاحبة والصداقة تغلبت على عقيدة الدين في قلوب الناس فاذا رأت انسان قريبا منه يرتصب خطأ لا يستطيع ان يقول له لا لانه قريب فالمصيبة التي حدثت في هذا البلد قبل ايام اذا نظرت الى بدايتها وتطورها وتسلت لأعدافها علمت قطعا ان نزعة الجاهلية لعبت دورا كبيرا فيها من الناس من يرى ابنه او اخاه او قريبا يبطل في هذا المنهج افضل ولا يحرك ساكنا ويتره الامر والاحداث على غالب الزمن لماذا لانه محتار لم تكن العقيدة الدينية الامانية على وضوح وقوة في قلبه فيظن ان مثل هذا الامر قد ينجح وهو لا يعلم ان نجاح هذا الامر فيه هلاف الامة اسلامية وفيه هدم دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو السبب في ترك مثل هذه الاشياء الذين يحرفون الدين ويبدلون احكامه لو وجدوا في الامة قوة وصلابة وثباتا على الحق وفهما للدين وقدسه وقواعده لم استمروا فيما هم فيه ولكن الامة عمها الجهل ونامت يا ليتها نامت نومة اصحاب الكهر قد تستيقظوا منها في يوم من الايام ولكنها نامت نومة الموتى ولذلك ترى امر امتنا في تأخر وتقهر في كل بلدان العالم ليت في بلدنا هذا وحده وانما في جميع البلدان المسلمون لا يختارون ليادات اسلامية صحيحة في جميع المرافع في المرافع السياسية وفي المرافع الدينية وفي المرافع الاجتماعية وفي كل مجالات الاصلاح لا ترى المسلمين يحسنون الاختيار ولا تراهم يحكمون الدين قبل العاصف وقبل العقل يحكمون الدين ثم يتبعونه العقل إذا كانوا يفعلون هذا لما وقعوا فيما وقعوا فيه ولكنهم دائما يحكمون الطبيعة ويكتبون بعقولهم وما استحسنته لهم وإن كان مخالفا لنصف القرآن أو كان مخالفا لبيانات سيد ولدي عدنان صلوات الله وسلامه عليه لا يهتمون بشيء هذا هو السبب فاستقرت الفكنة في القلوب وانتكت هذه القلوب وخرج منها الإيمان مثل الإناء الذي تضع فيه ماء إذا مال أو أملته فإنما فيه لا تبدأ أن يتضرب ويتدفق هكذا الإيمان خرج من قلوب الناس لمجل هذه الأشياء في حديث حزيفة ابن اليمان رضوان الله تعالى عليه قال تغرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير أي القلوب على قلبين أبيضا مثل الصفا لا تضره الفتنة أو لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباة مجخيا كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا رواه الزخاري ومسلم في هذا الحديث يوضح لنا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن القلوب ستقبل الكثير من الفتن في هذه الدنيا وشبه الفتن الفتن المتعلقة في الدين فمن القلوب قلوب مريضة قلوب انطمثت بصائرها لا تستطيع أن تميز بين حق أو باطل ولا تستطيع أن تعرف منكرا من معروف ولا تستفين سبيل الرشد فتتبعه أو تستطيع أن تستطيع أن تميز فتتلبه هذه القلوب إذا استقبلت الفتنة تقبلها وقتها ينكت فيها أن يبع فيها لقطة سوداء لقطة سوداء هذه لقطة سوداء لا تزال تتوضع شيئا فشيئا حتى تغصي القلب كله فيصبح القلب أعمى لا يبتر صاحبه اعمى لا يبتر اعمى القلب واعمى البصيرة ولا يسمع كما قال الحق تبارك وتعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذا القلب اصبح مثل المجل اما القلب الذي رد الفتنة ولم يقتلها بسبب رسوخ ايمانه وثبوت اليقين فيه مثل هذا القلب يصير ابيض مثل الصفا نقيا منورا لا تضره فتنة ابدا ما دامت السماوات والارض لا يقع في فتن في فتن المبتنين ولا يجري وراءها هذا القلب هو القلب الذي يحبه الله تبارك وتعالى اما القلب الاول الاسود القلب الاعمى فقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان اصبعت القلوب على قلبه ابيض مثل الصفا الاخ والاخر اسود مرباة مجخيا ما معنى مجخيا مجخيا منخوسا مائلا فبسبب تنكيفه وميله تسرب منه الايمان وخرج لا يعرف معروفا حتى ينفز او يدعو اليه ولا ينكر منكرا حتى يجنبه او يجنب الناس منه هكذا تصبح القلوب الميتة الامي المرضى لماذا الا قال الرسول الا ما اسرب من هواه لا يبقى في هذا القلب المظلم الا ما سمعه واقله من زعمائه الضادين المضلين من بدعة وفتنة الهواء ابنين لعنة الله عليه يقول اهلقت بني آدم يقول المؤمنين اهلقته بالزنوب فاهلكني بالاستغفار فلما رأيت ذلك زينت لهم الاهواء فلا يتوبون منها اي زينت لهم الضلالات والبدع والمهدفات والمخالفات وصاحب البلع لا يتوب لانه يرى نفسه انه على هدن وعلى ثنل الرشاة فلا يتوب فاستراحي بنسبنهم لانه وجد شيئا وضعهم فيه اما المؤمنون فقد حصمهم الله تبارك وتعالى بإيمانهم ويقينهم فلم ينخجر وراء هذه الكتن في آخر الزمان والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقفل في البيانة فقد قال ان بين اليه الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمفي كافرا ويمفي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يقول الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في رضي أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا في المعهوم ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الموت بارك الله ديونكم في القرآن العظيم ونفعني وياه بالله آسين بما فيه من الاشدف الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بره الحمد لله رب العالمين حمدا يقترن بحكمة الله البالدة ويحيط بنعمه السابقة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإنها أعظم نعمة ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين خير أمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريط له في ذاته وصفات شهادة مبرأة من الشيخ والشيخ والشأسين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البنطوط بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بتمالي القرب والتقليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحاب جدر التسليم أما بعد إخوة الإيمان رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول كما رواه الإمام علي كرم الله وجهه وأخرجه الإمام الترمذي إذا فعلت أمة خمس عشر خصلة خمس عشر أشرة خصلة حل بها البلاء إن الأمة إذا عملت خصالا بالعدد خمس عشر خصلة فإن الله تبارك وتعالى يحل وينجل عليها البلاء إذا كان المغنم دولا وإذا كانت الأمانة مغنما وإذا كانت الزكاة مغرما وإذا أطاع الرجل امرأته وعقه قمة وبر الرجل صاحبه وجفاء أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرز له وأكرم الرجل مخافة شره وسربت الخمر ولبس الحريب واتخذت القينار والمعابل ولعنة لعنة آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا ريحا حمراء أو خسفا أو مسحا هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعتبر المسلمون المال العام إذا قيل المال العام يقصد به مال الدولة مال بيت المال كل المال الذي تجمعه الدولة من ضرائلها ومن معادنها من البترول ومن غير البترول مما توفره من التعرف الجمركي أو من الجمال مما توفره من الأعشار ومن الزكوات إن كانت تستلم الزكاة من المسلمين المال العام إذا قيل المال العام هو المغنم المال العام الذي أشرنا إليه هو مال بيت المال أو هو مال الدولة إذا أفضح جول أفضح أنه موزح بين من يعملون فيه يتقاسمونه وينهبونه ويسرقونه إذا كان المغنم دولا وإذا كانت الأمانة مغنما كل من أعطيته أمانة اعتبرها غنيمة الحمد لله جاءت بالجة إذا جيها تعط إذا جيها شيء لا أحد يستلم الأمانة على أنها أمانة هو عنها يوم القيامة مسؤول وإنما يأخذها كغنيمة جاءته لا يخاف الله فيها ولا يخشى فضيحة ولا يخشى إلا ولا ذمة هكذا صار الأمر الآن من جاءته الأمانة جاءه الفرد وإذا صارت الزكاة مغرما إذا منع أصحاب الزكاة إذا منع أصحاب المال زكاة أموالهم باعتبارها أنها غرامة يغرمونها غرامة سوخة منهم بالغطف فيعتبرون أن الزكاة من مالهم وهي خسارة إذا كان هذا حدث فقد حدثت خفلة هذه ثلاثة خفال من هذه الخفالة التي أشار إليها الإمام علي كرم الله وجهة والتي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم المال العام أصبح دولا الأمانة أصبحت مغرما والزكاة أصبحت مغرما وأطاع الرجل زوجته وطاعة الرجال لنسائهم أو أزواجهم أمر لا يحتاج إلى إقامة تليل أو حجة فهو واضح إذا أطاع الرجال أزواجهم وعقوا أمهاتهم وإذا ضر الرجل صديق فعل لصديقه كل ما يريد وجفى أباه وأباه أن يخعل لوالده شيئا من هذا باعتبار أن فعله للأجنبي أثر أثر الوسائل لجعله شخصية مرموقة في المجتمع برص جفاه وجفى أباه وإذا ارتفعت الأصوات في المساجد بالمنكر وأن المساجد بالله فلا تدعو مع الله أحدا هذه المساجد أقيمة لتلاوة القرآن وأقيمة لتعليم العلم وأقيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقيمة لإقامة الحجج الحجج والشتم والتعريض وبإغراء الصفهاء بأهل الحلم وأهل العلم لا يجز إذا ارتفعت الأصوات في المساجد بالمنكر وكان زعيم القوم أرزلهم وكان الذي يرأس القوم هو أرزل الناس فيه والعزل في الناس هو من لا دين له من لا يقين له من لا أمانة له لا يعرف معروفا ولا ينشر منكرا وهو عدو نفسه بسبب جهله إذا اتخذ الناس مثل هذا زعيما لهم وأكرم الرجل مخافة السلم المفروض أن الرجل يقرب لدينه يقرب لحسبه يقرب لإيمانه يقرب لفضله يقرب لأنه من أهل الفضل ومن دوين لكن إذا أقرم الرجل فقط مخافة شنه فإن هذه واحدة من تلك الخصوات وشربت الخموم والخبر الآن تصنع من أشكال كثيرة منها المائع ومنها الجامع منها ما نعرف منها ما لا نعرف وشربت الخبر ولبث الحليل واستعذر مجال الحليل الذي هو حرام على الزخور حلال على البنات إذا الزخور استعذر الحليل ولبثوه واتخذت القينات اتخذت القيات المغنيات حتى لا تكاد تجد بيتا كبيرا إلا وفيه مغنيات ولكن اليوم المغنيات كثيرا لا تحتاج إلى مغنية من بني آدم من البشر تكون معك لا تعمل عنها التليفزيون وتحمل عنها الواجه وتحملت عنها وذات الإحلام الحديث هذا ففي كل بيت مغنون وراقصون وكذا وكذا يتخذت القينات والمعاجر في آلات النهو من الصبول والسفو والنائل وما أشبه ذلك وهذه كما موجودة في بنيونة المسلمين اليوم ولعن آخر هذه رغمة أولها وأنتم تعلمون اليوم هؤلاء الجهلة يلعنون السلف الصالح يكثرونهم ويبجعونهم حتى البعض لعله لا يصلي الصلوات الخبر وهو يبحث في عدانة أبي بقر في عدانة أبي بقر وعدالة عمر ويتكلم عن أبي هريرة وكأنه موجود في بلده ويتكلم عن أعصاب ندينا محمد صلى الله عليه وسلم بوقاهه وكلة حياء وكلة أدب فقد لعنى آخر زمة أولها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عليه يقول إذا فعلت هذه احصال هذه الممة فالترتبت من الله تبارك وتعالى عقوبة وعذابا العقوبة والعذاب هنا ريحا حمراء ريح فيها عذاب أليم مثل الريحة التي آلك الله بها عاد أو خصفا فلينتظر الزلاد وكثرة الزلاد اليوم لا يمر يوم إلا تسمع أن البلد الفلاني حصل فيها زلال وأن البلد الفلاني حصل فيها طفان وحصل لأهل ذلك البلد غرف وهدم ريوت وضياء مال أو مسخن فلينتظروا إما الريحة الحمراء وإما الخصف بالأرض وإما المسخ من الصورة الآدمية حتى إذا لم يمتخ الإنسان من صورة الآدمية إذا كان باطره أصبح حيوانا بهيما أو أصبح حيوانا متوحشا متلثا أو أصبح حيوانا غلولا عدوا مثل التعبان إذا حدث في الإنسان هذا فقد متخت خلقته وغيرت صورته الحقيقية صورة الإنسان الرحيم أرض الإنسان الذي يتخلق بأخلاق الحق تبارك وتعالى لكن عزانا كلمة الشهادة لا إله عزو الله لأن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها قالوا له يا رسول الله وما لاتخفاق بحقها قال أن تظهر المعاطي أو أن تظهر في الناس معاطي الله فلا تنكر ولا تغير إذا حدث هذا فقد ترك الناس لا إله إلا الله واشتخفوا بحقها عباد الله إن الله تبارك وتعالى أمركم لأمر بدأ فيه بنفس وتنى فيه بملائكة المسبحة في قدس وثلث بكم أيها المؤمنون من جمي وإنس أقال جدا مقاعدين عجما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسجيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عدل ثلاثا واحدة صلى الله عليه بعشرة بها عشرة اللهم صلى وسلم وبارك على أمدك ورسولك في إنا محمد صاحب الخوض الموروط المقار في المقام المحمود وعلى آله إذا يفضل جليل وقال حالي ويقال العالم أهل مكس وعمر ورثمان وعلي وظل اللهم على الحال يبيه أجمعين وعلى التابعين وتابعين وانتابعين بإستامنا وإلى عيوم الدين وعنا معهم برحمة الله ورحمة الله اللهم اللهم أعز الإسلام والمسلم وعذر للشرك المسجد وذن من أعداء الدين وبجل شمل المحجدين والمجددين من موافق مستدعات أجمعين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وخائر فخائر فلاس المسلمين اللهم آمنا في دورنا واصلحوا لاث أمورنا واجعل اللهم وإذا نقيم خاطف والفقاف والتباع الضغاف برحمة سياء الرحمن اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لحيانهم والأموال اللهم نوّل على أهل القبور وكبرهم واخفر الأحياء وإسترلهم أمورهم اللهم توب على السائلين وانصر ذنوب المسلمين وانصر زين علم المسلمين واشر مصر المسلمين واخفر السحة والعافية والسلامة والفلاية لنا ولسائر المسلمين في بردك وبحرك أجمعين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم احمهم من شر من أرادهم بشر اللهم اللهم جمر الأعجاء واخبر عليهم العباد والفلاد يا رب العالم ورحم اللهم اتبع عننا البلا والوبا والزنى والجبا والزنى والأحى وسوء فالفتن ما ظهر منها ومعبطاً عن بلدنا هذا حقاً وعن سائر بلاد المسلمين عمثاً يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا في الآخرة حسنا في العذاب الماء عباد الله إن الله يأمر بالعجل والإحسان وإزائي القربة وينهى عن الصحشاء والممكن والبغياء وثم لا حل يطلقون فنسروا فاطم الصلاة ترجمة نانسي قنقر